بسم الله الرحمن الرحيم أبناء وبنات تلاميذ تلميذات الصف الثالث الابتدائي أهلا بكم في القناة زاكر لي يا بابا النهاردة عنزاكر مع بعض مادة الرياضيات عنزاكر الدرس 36 المستطيلات التي لها نفس المساحة أول حاجة يا أولاد بيقولك هنا كيف نرسم مستطيلات مختلفة الشكل ولها نفس المساحة ولها يا أولاد نفس المساحة هنا يقولك المستطيل الأول 5 في 2 يبقى المستطيل الأول كان أولاد 5 في 2 يبقى ارتفاع 5 عرض 2 يبقى 5 في 2 المستطيل الثاني أولاد 2 في 5 2 في 5 ده المساحة بتاعته 5 في 2 بعشرة 10 وحدات مربعة والمستطيل الثاني يا أولاد 2 في 5 10 وحدات مربعة يبقى ده 5 في 2 وده 2 في 5 والذين لهم يا أولاد لهم نفس المساحة وده مستطيل وده مستطيل بينقولون ان هزان المستطيلان لهم نفس الأبعاد لهم نفس الأبعاد المستطيل الأول ده 10 في 1 المستطيل الأول كان أولاد 10 في 1 المستطيل الثاني أولاد 1 في 10 المستطيل الثاني 1 في 10 فمساحة الأولين فنقوله 10 في 1 10 وحدات مربعة 10 في 1 10 وحدات مربعة المستطيل الثاني المساحة بتاعته 1 في 10 بعشر وحدات مربعة 1 في 10 بعشر وحدات مربعة نجد أن هذين المستطيلين لهم نفس الأبعاد ولهم نفس المساحة ولكن بتختلف وضعية كل مستطيل حيث إن إحدهما رأسي والآخر يأولاد أفقي يبقى واحد رأسي والتاني أفقي عندما يكون لدينا نفس العوامل ولكن بترتيب مختلف فإن حواصل ضربهما لا تتغير أولاد يبقى نفس العوامل بس بترتيب مختلف فإن حواصل ضربهما لا تتغير زي أولاد 2 في 10 تساوي 5 في 10 2 لا تتغير مثل يا أولاد 2 في 5 تساوي 5 في 2 2 في 5 تساوي 5 في 2 و10 في 1 تساوي 1 في 10 10 في 1 تساوي 1 في 10 وهذا يسمى بخاصة الإبدال في الضرب وهذا يسمى بخاصة الإبدال في الضرب نشاط واحد ارسم كما هو مطلوب في كل مرة كما بالمثال مثال واحد هنا أقول لك ارسم مستطيلين مختلفين في الشكل مساحة كل منهما 12 وحدة مربعة هنا ايه؟ ده مستطيلها ده ايه؟ مستطيل 3 في 4 3 في 4 3 في 4 3 في 4 3 في 12 وحدة مربعة والمستطيل ده 2 في 6 2 ايه؟ 2 في 6 2 في 6 2 في 12 وحدة مربعة يبقى 3 في 4 يبقى 3 في 4 ب 12 وحدة مربعة و 2 في 6 ب 12 وحدة مربعة نجي نحل أول وحدة هنا بيقول لك ألف ارسم مستطيلين مختلفين في الشكل مساحة كل منهما 18 وحدة مربعة 18 وحدة مربعة هنا المساحة 18 ده ده ممكن نرسم ايه؟ ارواح نرسم 3 في 6 3 في 6 بقام بـ 18 ونرسم ايه تاني؟ نرسم 2 في 9 2 في 9 بـ 18 يبقى نرسم مستطيل 3 في 6 ومستطيل 2 في 9 نكتب هنا 3 في 6 18 و 2 في 9 بـ 18 رقم به بيقول لك ارسم مستطيلين مختلفين في الشكل مساحة كل منهما 20 وحدة مربعة نرسم يا أولاد احنا هنا 20 يبقى نرسمه 4 في 5 20 يبقى نرسم مستطيل 4 في 5 20 يبقى المساحة 4 في 5 20 ونرسم مستطيل 2 في 10 20 2 في 10 20 يبقى ليه نفس المساحة وشكلين مختلفين نرسم مع بعض نرسم 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 مستطيلاً مستطيلاً مستطيلًا آخر يقول لك يقول لك رسم رسم 3 4 5 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 6 5 5 5 5 5 نعم يقولوا واحد اتنين تلاتة اربعة في خمسة واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة نرسم مع بعض نشاط تلاتة بيقولك اوجد مساحة كل مستقيل فيما يليه ثم اصلها بما يتساوى معها في الطرف الاخر كما بالمثال عليك نشوفوا المثال يا ولاد هنا جيب لك مساحة المستقيل اتنين في ستة باثناشر واحدة مربعة هنا المساحة قام هنا وصلها يا ولاد بتحت هنا تلاتة فاربعة باثناشر واحدة مربعة احنا الاول يا ولاد نجيبه مساحة كل واحد وبعد كده نوصله هنا يا ولاد دي قام دي اتنين في اربعة اتنين فاربعة بتمانية واحدة مربعة نكتب مع بعض اللي بعد منها يا ولاد دوله قام تلاتة في واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة تلاتة في خمسة يا ولاد بخمستاشر واحدة مربعة نكتب مع بعض اللي بعد منيه يا أولاد ده واحد في كام يا أولاد فاربعة واحد فاربعة باربعة وحدة مربعة نكتب مع بعض عنيجي بعد كده يا أولاد العمود الثاني هنا ده كام يا أولاد ده اتنين في اتنين اتنين في اتنين يا أولاد باربعة نكتب مع بعض عنيجي بعد كده اللي بعد منها يا أولاد دولة كام 1 2 3 4 5 5 في 3 بـ 15 وحدة مربعة نكتب مع بعض اللي بعد منيه يا أولاد 1 في كام يا أولاد في 1 2 3 4 5 6 7 8 1 في 8 بـ 8 وحدة مربعة نكتب مع بعض عنيه بعد كده يا أولاد الأخاني هو جيبهنا 3 في 4 بـ 12 وحدة مربعة بعد ما جيبنا يا أولاد المساحة بتاعة كل مستطيل عنوصل المستطيلات اللي تكدب بعضها في المساحة اللي تستوي بعض في المساحة أول حاجة يا أولاد ده مساحته 8 وحدة مربعة نشوفه اللي 8 وحدة مربعة نوصلها به عنلاقي دي يا أولاد 8 وحدة مربعة نوصل المستطيل ده بالمستطيل ده بعد كده يا أولاد عنلاقي المستطيل ده مساحته 15 وحدة مربعة 3 في 5 والمستطيل ده 5 في 3 15 وحدة مربعة نوصل ده بداية يا أولاد نوصل مع بعض بعد كده يا أولاد آخر المستطيل عندنا مساحته 4 وحدة مربعة عن الصلوب اللي فوق ده 4 وحدة مربعة نوصل مع بعض الدرس 37 يا أولاد بيقولك إيجاد المساحة بمعلومية الأبعاد إيجاد المساحة بمعلومية بمعلومية يا أولاد الأبعاد تتمسل الأبعاد في عدد الصفوف وعدد الأعمدة المساحة يا أولاد هنا 4 في 5 يعني 4 صفوف و5 أعمدة فهنا نقول المساحة 4 في 5 في 20 وحدة مربعة على الرغم من أن عدد الوحدات المربعة داخل الشكل غير معلومة فإننا نستطيع إيجاد المساحة نطريق إيجاد بعدي المستطيل نجد المساحة بإيجاد يا أولاد بعدي المستطيل فنقوله 4 في 5 يبقى نشاط واحد بيقولك حدد أبعاد شكل كل مستطيل باستخدام عدد الصفوف والأعمدة ثم احسب مساحة كل مستطيل هنا يا أولاد في الشكل الأولاني المساحة كام يا أولاد هنا 2 في كام 4 2 في 4 ب 8 نكتب هنا 2 في 4 ب 8 بعد كده يا أولاد هنا المستطيل ده يا أولاد المساحة بتاعته كام 2 في كام في 4 4 في 2 هنا 4 في 2 بكام يا أولاد ب 8 يبقى المستطيل ده 4 في 2 ب 8 وحدة مربعة نكتب مع بعض المستطيل الثاني يا أولاد مساحة كام 3 في 4 3 في 4 ب 12 نكتب 3 في 4 ب 12 وحدة بعد كده يا أولاد المستطيل ده مساحته كام نعده مع بعض 1 2 3 4 5 6 7 7 في كام يا أولاد في 2 بس 7 في 2 ب 14 يبقى نكتب 7 في 2 ب 14 وحدة مربعة بعد كده يا أولاد المستطيل الثاني ده يا أولاد كام مساحته 3 في كام في 1 2 3 4 5 6 7 8 3 في 8 يا أولاد 3 في 8 ب 24 وحدة مربعة نكتب مع بعض نشاط 2 بيقولك باستخدام عدد الصفوف والأعمدة حدد أبعاد كل مستطيل وحسب مساحته هنا يا أولاد رقم ألف هنا 2 في كام في 1 2 3 4 5 5 2 في 5 ب 2 في 5 ب 10 نكتب مع بعض اللي بعد كده رقم به يا أولاد دول 3 في 1 2 3 4 5 3 في 5 ب 15 نكتب مع بعض رقم جيم يا أولاد رقم جيم يا أولاد اثنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة فنقوله اربعة في سبعة بتمانية وعشرين نكتب مع بعض رقم واو هنا نقوله اثنين في واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة اتنين في سبعة باربعة عشر نكتب مع بعض رقم ازيال يا ولاد هنا بيقول لك كام في كام هنا اولاد عده واحد اتنين تلاثة اربعة خمسة واحد اتنين تلاثة اربعة خمسة ستة سبعة في كام في واحد اتنين تلاثة اربعة خمسة سبعة في خمسة بخمسة وتلاتين نكتب مع بعض يا ولاد يعني ايجي بعد كده اخر وحدة نعده مع بعض نقوله 1 2 3 4 5 6 في كام في 1 2 3 4 5 6 6 في 6 ب 36 يا ولاد نكتب مع بعض نشاط 3 بيقولك ارسم ابعاد المستقيل مستخدما وحدة المربع تبعا للمساحة المعطعة هنا اولاد حيث ان يمسط طول الضلع 1 سنطر طول الضلع المربع دي اولاد يمسط 1 سنطر فهنا ارسم مثال واحد بيقولك 2 في كام في 5 2 في 5 هنرسم هنا اولاد ايه المساحة 2 في 5 في 10 وحدة مربعة هنا اولاد كتب لي هنا هيقولك 3 في 4 في 12 وحدة مربعة يبقى احنا نرسم مستقيل 3 سنطي 4 سنطي نرسم مع بعض اولاد اذا احنا نحطيك للمسطر اولاد 3 هذا المسطر اهو نرسم 3 سنطي في كام اولاد 4 بعد كده اولاد نرسمه 4 سنطي نحط المسطر كده اولاد ونرسمه 4 سنطي نرسم مستقيل نرسم مستقيل داية 3 في 4 سنطي اللي بعد منها اولاد عايز منينا 3 في 6 في 18 وحدة مربعة نرسم اولاد 3 ثلاثة ثلاثة سنطي في كام اولاد في 6 سنطي ادي 6 سنطي نقفل الضرع الثاني ثلاثة وهذه اولاد الضرع الرابع نقفله 6 سنطي زي مما شايفين في الرسمة نقفل الضرع الثاني اولاد بيقول لك ارسم 4 في 5 20 وحدة مربعة نرسم اول حاجة 4 ثلاثة 4 سنطي بالمسطرة في 5 هنعمل الضرع الثاني 5 الضرع الثالي يبقى 4 سنطي ونقفل الضرع الاخير اولاد 5 سنطي كده معنا مستطيل 4 في 5 ده 4 وده 4 وده 5 وده 5 كل ضرعين جبال بعض اولاد متساويين وكده وصلنا معاكم لنهاية درسنا النهاردة ارجوكم استفدتم معنا والى اللقاء في درس جديد من دروس مادة الرياضيات للصف الثالث الابتدائي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة